بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد للإنسان رسالة في هذه الحياة الدنيا وهي عبودية الله سبحانه وتعالى وهذه العبودية لها مفهوم كبير منها معاملات الناس منها رسالته في أسرته ومع أولاده وتربية الأولاد أمر في غاية الأهمية وضع فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسس والمفاهيم الرئيسة للتعامل مع هؤلاء الأولاد لماذا؟ لأنهم هم بنات الغد ولأنهم هم المستقبل ولأننا نربي آباء لنا في صغر شيخوختنا فإذا اهتم الأب واهتمت الأم بهؤلاء الأولاد وأنشأوهم نشأة صالحة سوية يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويعرفون الحق ويعرفون الواجب كل هذه أمور معينة على بر هؤلاء الأولاد بهم وعلى صلاحهم وعلى نجاتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة ومن بر الإنسان ومن سعي الإنسان سعي ولده في حياة نفسه يكتب له الأجر به وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله ولكن إذا أردنا أن نؤثر في أولادنا ما هو سبيل التأثير؟ سبيل التأثير يكون باحتواء هؤلاء الأطفال وبزرع محبتنا فيهم حتى إذا ما وجهناهم حتى إذا ما علمناهم استمعوا إلينا لأن أولادنا لابد في البداية أن يحبونا ثم بعد ذلك يقلدون أفعالنا الصالحة ويسمعون وصايانا وكلامنا إذا هم ارتبطوا بنا وجدانيا وهذا يمثله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم كيف أنه غير المفاهيم في علاقة الوالد وعلاقة الأب بابنه حينما قبل الحسن أو الحسين وكان الأقرع ابن حابس وكان سيدا في قومه جالسا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغرب ذلك الرجل كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو أن يقبل طفلا صغيرا وكانت العرب لا تفعل ذلك حتى لا ينشأ هذا الصبي الصغير في حالة ضعف كيف سيحمل سيفا بعد أن قبلناه كيف سيكون شجاعا قويا مقاتلا بعد أن عطفنا عليه هذه كانت الثقافة المنتشرة والتي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسخ من المفاهيم ما يصوب هذه الثقافة فاستغرب ذلك الرجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا فقال له صلى الله عليه وسلم جملة قصيرة مليئة بالمعرفة والحكمة والتربية الإيجابية قال من لا يرحم لا يرحم أي أن هذا الفعل هو رحمة هو احتواء لهذا الطفل الصغير هو عطف عليه حتى يحبني حتى يتقبل كلامي حتى يتقبل معاملتي حتى يراني قدوة وهذا أمر في غاية الأهمية ليس هذا فحسب بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني الثقة مع هؤلاء الأطفال كان يبني معهم الثقة كيف تبنى الثقة؟ يسمعه إذا تكلم يهتم باهتماماته يتصاغر إليه ويستمع إليه ولا يقطع حديثه وإن كان هذا الحديث بالنسبة للرجل الكبير ليس مهما لأنه المعيار معيار هذا الطفل الذي أحزنه يحزن الطفل الذي يفرحه يفرح الطفل فنعامله بهذه المعايير نعامله بمعاييره حتى ننشئ صلة وننشئ قربا بيننا وبينه وهذا فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي أنس بن مالك أبو عمير وقد مات له عصفورا صغيرا فوقف صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل الصغير وسأله وقال يا أبا عمير ما فعل النغير أي أين عصفورك واساه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات واساه في أمر شغله في أمر أهمه لماذا؟ لأن هذه الصلة هذا الحوار هذا الحديث يبني علاقة قوية بين المربي وبين هذا الطفل الصغير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ليس منا أي ليس من هدينا ليس من طريقتنا أي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل والتام هو الرحمة بعباد الله كافة والرحمة بالصغير أكثر لماذا؟ لأنه يحتاج لهذه الرحمة حتى يسمع إلينا حتى يكون صالحا بعد ذلك حتى نهذبه إذا أردنا تهذيبه فيشب بعد ذلك إنسانا صالحا وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة أي أن الطفل الصغير يعتاد على الخيرات يعتاد على الطاعات تسهل بين يديه الأخلاق الحسنة والعبادات إذا اعتاد عليها كيف يعتاد عليها؟ إن لم يفعلها بشكل يومي إن لم يتابع فيها إن لم يؤمر بها كيف سنصل معه إلى كل ذلك إذا لم نبني معه صلة قوية واحتضناه عاطفيا ثم هذا الاحتضان يحجز أولادنا عن صحبة السيئة يحجزهم أن يسمعوا كلمة حسنة من أحد خارج المنزل فيسمعون كلامه فيطبقون ويقلدون أفعاله نفعل بذلك تحصينا ومناعة في تربية هؤلاء الأولاد هذه العلاقة قوية تجاذبته الأطراف رباه غيرنا وهذا ما لا يرضاه الإسلام لذلك كان حري بنا أن نحسن علاقتنا بأولادنا وأن نهتم بمعاملتهم وباحتوائهم ورحمتهم إن في ذلك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين